الان مشاهدات العزاء ننتقل للشأن المحلي ونعرج العدد من مراسلين في المواقع المختلفة دعوني في البداية أرحب بالزميلة ميرنة عادل وأيضا الزميل محمد بهاء الذين ينضمان إلي من القاهرة ميرنة عادل من هيئة الأرصاد الجوية بينما محمد بهاء من داخل مجلس النواب أرحب بكم وميرنة أهلا بك في هذه الجولة هيئة الأرصاد الجوية ربما تتوقع أن يسود البلاد اليوم تقصم معتدل على السواحل الغربية والقاهرة والواجل البحري نهارا لكن برد ليلا كما اعتدنا ربما في الأيام السابقة علونا جديد فيما يتعلق بحالة التقص أهلا بك همنام أهلا بكل مشاهدي شاشة أكستر نيوز بالفعل طوال أيام فصل الشتاء نحرس أنا تواجد مع حضراتكم من داخل هيئة الأرصاد الجوية لنرسل لحضراتكم آخر الأحداثيات لحالة التقص وكل ما يجد من هذا التطور في درجات الحرارة ومنذ أيام منذ يوم الأحد بدأت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نشهدها منذ ارتفاع درجات الحرارة وبعدها يعني مجرد يوم بدأ انخفاض هذه الدرجات مرة أخرى وتصاعد للأترباء ربما تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها من خلال ضيفي دكتور محمود شهين رئيس مركز التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أهلا وسهلا بحضرك دكتور على شاشة أكستر نيوز وحدتنا يا فندم كيف التقص اليوم وللأيام المقبلة سبع الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدي أكستر نيوز نحن بالفعل حالة عدم الاستقرار زي ما حكما ذكرت بدأت يوم الحد اللي فات النهاردة يعتبر اليوم الثالث في حالة عدم الاستقرار ومستمرة معانا لغاية يوم الأربع ارتفعت درجات الحرارة في البداية ووصلت إلى 27 درجة على القاهرة يوم الحد ثم كان فيه انخفاض ملحوظ يوم الاثنين وصلت إلى 22 درجة مقوية النهاردة انخفاض آخر في درجات الحرارة إلى 19 درجة وده كان وفقا للبيانة لأصدارية الهيئة العامة لأرصاد الجوية قبل بداية الحالة بالإضافة إلى نشاط الرياح الجنوبية الغربية لمسير للرمال والأتربة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية لبدء من امبارح ومستمرة معانا برضو النهاردة العنصر الثالث بقى من حالة عدم الاستقرار دي هو فرص سقوط الأمطار الشمالية الغربية بداية من مطروح والسلوم ووصلت إلى اسكندرية ومحافظات الوجه البحري طبعا فرص سقوط الأمطار هتزيد خلال الساعات القادمة على السواحي الغربية ومن بكرة ان شاء الله هتبدأ فرص سقوط الأمطار على القاهرة الفرص الفعلية يعني احنا مديني النهاردة مساء فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة ولكن الفرصة الحقيقية لسقوط الأمطار هي تعتبر من ساعات الأولى يوم الأربع على أغلب مناطق القاهرة هيكون فيها أمطار متوسطة وهتستمر معانا على مدار اليوم على فترات متقطعة بالإضافة إلى مع تحرك المنخفض جهة الشرق زي ما احنا ما شايفين على الخرائط توزيعات الضغط وسواء كان على سطح الأرض أو في طبقات الجو العليا وجود المنخفضين مع بعض على سطح الأرض وطبقات الجو العليا بينشئ حالة من حالات عدم الاستقرار بينتقل المنخفض من الغرب إلى الشرق بكرة مع وجود الشماليات الغربية دي كل ده بيؤدي إلى تكون صحب منطرة على هذه المناطق خاصة المنطقة الشرقية بداية من ضميات وفرسعيد مرورا بالإسماعيلية والسويس وطبعا والواجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال السعيد بالإضافة إلى شمال ووسط سينة وخليج السويس كل هذه المدن بكرة معرضة لفرص سقوط أمطار كلما اقتربنا من ساحل البحر المتوسط كلما كانت الأمطار أكثر غزارة وكلما ابتعدنا كلما كانت الأمطار متوسطة الشدة هتستمر معانا درجات حرارة من 19 ل 20 درجة مقوية ولكن زي ما احنا ما شايفين بدأ فيه هدوء في سرعات الرياح نتيجة تغير الكتلة الهوائية ونتيجة تباعد مناطق الضغط عن بعضها فالحمد لله الأجواء هتستقر إلى حد ما من حيث نشاط الرياح ولكن تعتبر زروة الأمطار على القاهرة والمنطقة الشرقية بكرة الأربع بإذن الله يوم الخميس بتعتبر انتهت حالة عدم الاستقرار وقتا حاصل فرص الأمطار من خفيفة إلى متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وهي فيه فرص أمطار خفيفة على الدلتة يعني قد تمتد في الساعات الأولى من الصباح على مناطق من القاهرة ولكنها تكون أمطار خفيفة وممكن تكون غير محسوسة وغير مؤسرة كما ذكرت يعني أبرز المحافظات التي سوف تتأثر بهذا المنخفض أو تساقط الأمطار هي المحافظات الساحلية خاصة كلما اقتربنا من البحر المتوسط كما ذكرت إذن كيف ستكون درجات الحرارة وما هي حالة الأمطار في المحافظات الساحلية وما هي أكثر هذه المحافظات تأثرا وطبعا إحنا قلنا أن زروط الأمطار الثلاثة والأربع النهاردة بدأ على السواحل الشمالية الغربية بداية من السلوم ومطروح مرورا بيئة الأسكندرية وكف الشيخ والبحيرة خاصة المناطق المطلة منها على البحر المتوسط زي رشيد وبلطيم بكرة بإذن الله الأربع مع حركة المنخفض زي ما شرحت لحضراتكم جهة الشر هتبقى المناطق المعنية بغزالة الأمطار أكثر دمياط بورسعيد إسماعليا وسويس مناطق من شمال سينة رفح العريش أيضا الشرقية بعض مناطق من الوجه البحري ولكن المناطق الشرقية من الوجه البحري الدأهلية طبعا هذه الأماكن هتبقى معنية بسقوط أمطار غزيرة بالنسبة لأمطار القرزة مولتر حضراتك هتكون متوسطة الشدة ومحافظات شمال الصعيد عند بنسويف والمينيا يعني الفيوم بنسويف لغاية المينيا تقريبا فرص الأمطار هتكون من خفيفة إلى متوسطة وغير مؤسرة على كافة الأنشاط إذن لو هناك نصائح تحب أن تقدموها للمواطنين خلال هذه التقلبات الجوية ما هي؟ طبعا النهاردة نشاط الرياح بيخلينا بنزلنا بننصح بعدم التعارض المباشر لهذه الأتربة خصوصا أصحاب الأمراض التنفسية سقوط الأمطار على المناطق الغربية النهاردة بيخلينا نقول للسادة قائد المركبات نتجنب السرعات المتزايدة يعني القيادة بهدوء تاعم على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار السادة المواطنين عدم الاقتراب من كابلات الكهرباء أو أعمالية الإنارة نفس النصائح بنقولها للسادة المواطنين بكرة المعنيين بمطار الغزيرة في الجهة الشرعية دكتور محمود شين شكرا لحضرتك نورتين على الشاشة أكترا نيوز إذن همام ومشاهدين هذا كان لقائنا من داخل غرفة التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية التي تبعنا من خلالها حركة التقالبات الجوية والتقس لليوم والأيام القادمة أيضا والكلمة إليك مرة أخرى نعمل أن تنتهي موجة الأطربة والرياحة سريعا مرنا شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل